السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة صراحة اليوم كان عندي موضوع آخر كنت بغي نهضر عليه الموضوع ديال التطبيق ديال مسلم برو وعدة تطبيقات إسلامية أخرى يعني كتم الكشف على واحد الخبر أنه يتم استعمالها للتجسس على المسلمين لصالح الجيش الأمريكي ولكن ممكن خلل هذا الموضوع من بعد لأنني قبلها كنت قلص،صلت przypad عن تصويرها اليوم محمد السادس في الكميونيتي عندي في القناة قبلها 생각ق polarع показывake this video виде this video happened that i shared it by the beginning of the war محمد السادس في المغرب كان في مؤتمر العقل دياليين فاني مؤتمر في فرنسا والقطاع الليبان محمد السادس فيها وهو يحتسي الخمر كانت مدة خمسة ديال التواني ومؤخرا عيت ما نقلب على هذا الفيديو وهذه رسالة للناس شي واحد إلا فيتصادف مع هذا الفيديو ممكن أنه يبعد لنا الرابط أو يضعه في تعليق لأنني قلبت عليه حتى عيت ما لقيته ولكن مؤخرا ترجى واحد الصورة لنفس اللقطاع اللي كنت سبق لي وشاهدتها وبقعت راسخة في الدهن ديالي فخرجت هذه الصورة مؤخرا شو الأهمية ديال هاد الصورة بالنسبة للمغاربة يعني فطبيعة الحال يعني حتى في الوقت اللي كان بندك الفيديو أتذكروا أن الناس كانوا يقولوا غير ما في الكاس هادك فتخيل معي أنك يشوف دك الشي صفر وفيه الكشكوشة دياله يقول لك لا هادك القاز يعني هادي سميتها الشومبان اللي كيشرب يعني الخمر فالأهمية ديال هاد الصورة اللي خصي شوفها لش أنك نشرها ودرتع لي هادا با فيديو يعني باش نسميته لأن ديالي ديال القدسية اللي في الدهن ديال بعض المغاربة الحمد لله ديال برمشي لكل مشحلة هاديرة كان السواد الأعظم ديال المغاربة لا تناقشه في المالك لا تناقشه في قدسيته لا تناقشه يعني في أنه أمير المؤمنين أنه وحد الإنسان صالح إنسان طاهر إنسان ملائكي لا يجب يعني تهضر عليه ولو بنفس في كلمة ولو كانت ذيك الكلمة حق الله ما تتقبلش منك داخل المجتمع لكن اليوم الحمد لله مع الانترنت مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني ظهرت العديد من الحقائق هذا شي منذ بداية منذ بداية سنوات الالفين يعني فاش بدأت شوية ديال الانترنت وشوية ديال سميتو كان ذك شي على حدود ضيق ولكن الرقعة بدأت تتسع منذ الفين وعشر إلى غاية اليوم حيث أصبحت هذه الوسائل يعني في يا دي يعني حتى الأطفال يعني وبدأت تقتحموا المناطق النائية والقرى اللي مجلية والدواوير الدوار اللي ما لقيتاش كتلقى واحد البورتابل ما بين ثلاثة ديال ديال ديور ولا هذا وحتى اللي ما وصل لهم مش الرئيز وانا كانت رقل المناطق النائية الناس كتلقى كيمشي ويطلعوا الفيلاج ولا كيتليش رجعوا فيديوهات ولا كيتسفطوا لهم ومن بعد كيرجع كيبقى عندو الفيديو في تليفون تيوري والناس آآ كيشوفوها كذا يتنوروا الرأي العام وكيتصدموا الناس بشي حقائق اللي ما كانوش كيعرفوها فهذه القدسية آآ ما دامت يعني هي موجودة في ذهن المغاربة فهي كتشكل واحد الطوق ديال الحماية بالنسبة للنظام المالاكي بالنسبة للمخزن وبالنسبة للأتباع دياله أنه لا ينتقد فلذلك المالك علاش هو عندو من الضروري أنه مره مره يخرج لك في ذيك صالات الجمعة مره 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 ديكتوروس الحسنية مره مره آآ صالات العيد يعني نشوفه غير صالات العيد يعني بعض المسائل يعني آآ كنشوفها ديما ولكن لا نطرحوا التساؤلات اللي ممكن تكون تساؤلات جد بسيطة بحال ده بصالات العيد مثلا المغرب كله كينوض مع السبعة وكلي كيمشي صلي بكريم على السبعة ولا مع الثمانية ديال الصبح إلا المالك يعني تكاتبقى أربع ساعة للطهر ولا هذا الحضاش ونالس 12 هو بوحده اللي عاد كيمشي صلي صلاة العيد علاش لأنه فيمتي حتى في ديك الالسيريموني والذيك المشهد اللي هو بروتوكولي بالنسبة له ولكن راه يتم استخدامه سياسيا لللاعب على العقول باش كيبيل لك ها هو أمير الموميني ها هو لبس جلبة بيضاء ها هو غدي في الموكب ديالو ها هو دخل الجامع ها هو كيصلي يعني هذا كشي كله كداخل في اللعبة السياسية عبارة عن بروموسيون المستهدف منها هو عقل الإنسان المغربي باش كي يحاولوا يقنعوا الناس دائما وكيرسخوا ديك الفكرة أنه راه أمير المومينين وبأن الحكم ديالو راه مبني على الدين بالرغم أن الدين براء مما يفعله هذا الإنسان ولكن مع الأسف عندنا يعني علماء وعندنا فقهاء وعندنا شيوخ لا يجرؤون على قول هاته الحقيقة سواء يعني خوفا سواء الناس اللي يعني حتى الشيوخ وحتى العلماء منهم المستفيدين من من النظام الملكي فضروري كي يجيب لك المطبيلين ديالو والناس اللي كي يعرضوه ولا حتى بتلميح مش يتاب التصريح رادي ما التوقف كتسمع الخاطب الفلان فلاني تم توقفه عن الخطابة والمكيكتين ويجتها يوصل أنه ينتقد الملكية يعني بمجرد ما أنه كيوصل للمحيط الملكي أو كينتقد سياسة ملكية دون أن يشير إلى أن الملك هو المسؤول عنها كي يكون دخل فيها شيء قرار ملكي ويقول لك على شترا كده وكده وكده دون أن يشير إلى الملك يتم توقفه مباشرة لحقش سياسة ديالملك لا يجب الاقتراب منها وإن كانت مخالفة للدين فيجب ترصيخ يعني أنها مع الدين وأن من يقول عكس ذلك فهو إرهابي فهو داعيشي فهو كده 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 تهم موجودة يعني كي يقول لك المصريين على قفا من يشيل فهذه الصورة ضرورية أن يشاهدها جميع المغاربة فلا أظن أنها تم نشرها على نطاق واسع لم يسبق لي مؤخرا زما أن شي صفحات تتداول وهو لشي قنوات تتداول هذه الصورة ديال محمد السادس وهو يحتسي الخمر يعني بزاف الناس فاش نشرتها هنا في القناة تقول لك أنها فوتوشوب فالإنسان الله يحرحم الوالدين الإنسان اللي ما كيعرف شنه هو الفوتوشوب ما يبقاش تيهدر على الفوتوشوب ولا أي حاجة يسميها فوتوشوب ركين شي صور يعني غير رأيي العين غير بالعين لمجردها كتقدر تعرفها واش فوتوشوب ولا لا بحال هذه لأن الفوتوشوب إذا كنت يعني لعبتي فيها فضروري ما كتلعب حتى في الألوان وفي الإضاءة وفي الخيال ديال الصورة باش كتحاول تغطي على العيوب يعني هنا يا ما ملعب لها في إضاءة ما ملعب لها في الألوان لفتاشي حاجة والصورة كما هي لحقاش الأماكن التي يتم التعديل عليها إلا كامت الصورة قديمة بحال هذه اللي هي صورة قديمة فضروري غير بلك واحد العيوب وخي يكون هذا الفوتوشوب رمشي أداة سحرية يعني فضروري كتخلي لك واحد العيوب في الأماكن ديال التعديل لذلك يتم اللجوء إلى تعديل على الإضاءة تعديل على الألوان باش كتغطي البلايس لكيكون فيهم الخلال ولا التعديل ما كتقاش بينه فكتبلك من من نظرة العين الأولى أنه تم التعديل على الإضاءة أو الألوان فكيكون هناك احتمال أنه تم اللاعب في الصورة ولكن هذه الصورة كما هي كما أخذت لا يوجد مكان إضافة إلى ذلك أنا أقول لكم هذا الفيديو سبق لي يا أشتو اللي فيتلو الإخوان أنه شاف هذا الفيديو اللي تصادف معه في الانترنت أنا ما عرفتش عيس ما نقلب آآ يعني تحت أي عنوان تم وضع هذا الفيديو في الانترنت ولا وشكين في الانترنت ولا ما كاينش لحقاش أنا أشتوف واحد الإضاءة اللي هي إضاءة فرنسية قامت بنشر إني لقطات من ذاك المؤتمر ديال ما قلتش والله ما قلت المؤتمر ديالاش ولكن كان حاضر فيه محمد السادس فبنت واحد لقطة قصيرة فيها شي خمسة ديال التواني يعني وهو يحتسي الخمر وهذا هاد الكأس ديال الشومباني في الدين فهذا الصورة فهي ضرورية باش كتحيد من آآ الأضمغة التي تم غسلها بإمارة المؤمنين وبحامحيما الوطني والدين وبآآ يعني أن الحكم دياله مبني على واحد الأسس اللي هي هي دينية في حين أنه كي آآ يعني هي خص المغربة يعرفوا أن هاد الخطاب الديني الذي يلجأ إليه النظام الملكي هو مجرد لباسه المحمد السادس ولا العائلة دياله يعني كيقولك ما تدخلش في الأمور الشخصية ولكن هاد الأمور اللي كتبالك أنت هي شخصية ركت تبني في الدين ديال المغاربة ماشي كلهم المهم باش ما نعمموش واحد القدسية لهذا الشخص وأنه إنسان ما كيدير شكدا وما كيدير شكدا في حين أنه يحيا حياة ما عندها علاقة بالإسلام ما عندها علاقة بتاشي حاجة فقط هي تم ظهورات يتم تسويقها للإنسان المغربي ما مشوش بعيد نشوفو غير الصلاة ديال الجمعاء مثلا أي إنسان مسلم يعني صلاة الجمعة هي فرض على جميع المسلمين أنها تصل داخل المسجد يقول كرا شف نات يصلي الجمعة علاش ما نقولوش دابة دابة راه مراد وهذا علاش ما كانش كيصلي كل جمعة في المسجد ولي ظروف أمنية وكذا 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 يعني في جميع المسلمين صلاة الجمعة هي فرض أنها تحضر للخطبة وأنك تصلي داخل المسجد يعني مهما كان دون أعضار ولكن إحنا كنا كنا نشوفو هي مات الشجمعة وكنا نشوفوها في هولندا هوا في فرنسا هوا في كذا هوا هنا هوا ليه ولكن ديك الخارجة ديال الجمعة دي المحمد السديس علاش كتكون غير مرة 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 ما كتكونش ديما فقط من أجل تسويق مضطرا باش خصو يصور باش خصو يروج باش تبقى ديك الصورة مرسخة مرة مرة كنك يخرج دوك الخارجة ديال الجمعة فده برا كين الجائحة كين المهم هاد الظروف اللي انتم عارفينها فلذلك فهدي هي المناسبة بالنسبة لها أولا باش ما يقول لك شرع ما كيبغيش يقولوا عليه أنها مريض ولا أن كذا كذا حاولوا عيوما يخبيوا ولكن كما شفتوا في الخطابات الآخرة دياله اتضح حتى العيش اللي كانوا يكابروا في اللي يقول لك اللي وكذا 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 صاف يراك شتو ديك العيش اللي كان يقول لكم دعوا معها دعوا ما زيدنا دعوا معها كذا المهم الحقيقة هي هاد الفيديو درته فقط من أجل أن يشاهد يعني حتى الناس ما درتوش فقط للمتابعين أظن أن المتابعين ديال القناة على علمين بهذه الأمور وهذا الملف عندهم مسدود وهذا الصفحة يعني واخد الفاليداسيون مفالي ديام كاشيا واخد التامبر ديالها لقالي زينا ديو ولكن بالنسبة للناس اللي ما متابعينش القناة واللي ليسوا على علمين بهذه الأمور اللي غادي تطرح لهم أول مرة بالنسبة للخبر الآخر اللي كانت باغين نقش معكم اللي ما عنده علاقة بالموضوع اللي هدرت عليه ولكن يجبوا الإشارة إليه فهي مسائل كي يتوخى المسلمون الحضر ما نقولش للمغاربة لأنه تم نشر واحد الخبر مؤخرا على أن هناك تطبيقات إسلامية اللي كان نزلوها احنا في تليفونات ديالنا على أساس أنها تفكرك بصلاة وعلى أساس أنها توريك القبلة وعلى أساس في المناطق اللي ما كتكونش عارف فيها القبلة فاتضح أن العديد من هذه الطبيقات يتم استخدامها للتجسس على المسلمين وهناك هذه الطبيقات ترسل البيانات إلى شركات أخرى كتبعها لهم وديك الشركات لحقا ما كان شو هذه العلاقة مباشرة مع الجيش الأمريكي الذي يستقبل هذه المعلومات ولكن كان هناك وسيط يعني كان يحاول باش ما يبانش هو في الصورة ما كانت لا ترسلوا إليه المعلومات بشكل مباشر ولكن ترسلوا إلى شركة أخرى وتلك الشركة هي ترسلها بدورها إلى الجيش الأمريكي ولكن هناك موقع متخصص كشف ميذربورد المتخصص بالتقنية عن أن الجيش الأمريكي يشتري بيانات الحركة الدقيقة للأشخاص في جميع أنحاء العالم والتي تم حصادها من تطبيقات تبدو غير ضارة يعني لزابليكاسيون اللي ما كان غير انستالي 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 فلعديد من التطبيقات اللي احنا ما لا نهتم لها فهي تستعمل لجمع البيانات التطبيق الأكثر شعبية بين هذه المجموعة التي تم تحليلها والمتصل بهذا النوع من بيع البيانات الشركة يعني معندها غرض هي كتبيع البيانات للشركة أخرى والشركة أخرى كتدوزها للجيش الأمريكي هو تطبيق صلاة المسلمين والقرآن الذي تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة في جميع أنحاء العالم وتشمل تطبيقات الأخرى المواعدة الإسلامية هذه اللي ما كنت تفهم ليش أنا المواعدة الإسلامية هو هذا الشيء ليرونديفو والملاقية ديالبنات معدرالي ولكن إسلامية كي تطلعوا عندي إشهارات ولكن ما كيتفهم ليش أنا دك شيء يعني ما دام خرجت لي المواعدة فلاش كنتزيد لها إسلامية كيتضفي علي هذه الصبغة ديالراها حلال والسلام إنسان كي بغي يقنع رأسه وتطبيق كرايتليست ولكن أهم تطبيق هو التطبيق ديال الموسلم برو الذي أظن أنه عند الأغلبية ديالكم هذا التطبيق هو أيضا يقوم بإرسال البيانات ديال الناس اللي منزلين هذه التطبيقات داخل الهواتف ديالهم كلا يقول لكم واشنو غايتجسسوا لي واشنو غايلقوا عندي يقاع واشنو كده وكده هذه التجسسات وهذا الجمع البيانات في ينتجوا عنها دراسات ينتجوا عنها تحليل للسلوكات ينتجوا عنها تحليل لردات الفعل واحد المجتمع ما ولا واحد المجموعة ما ديال المسلمين في مكان ما فمن خلالها ممكن يبنيوا عليها قوانين ما الحد من الحريات الحد من كده كده هتقول لي كيف سيحدون من الحريات ولا يديروا قوانين ولا كيفاش يتعاملوا معنا وهم أمريكان هم أمريكان لا تنسى بأن المغرب مثلا احنا في المغرب فالمغرب هي دولة خاضعة أمريكان ولا فرنسا يعني تتبعوك يقول لك هم توصيات مثلا لأمم المتحدة توصيات المجتمع كده ولكن هي كتسمى تعليمات يطبقون التعليمات مؤخرا فاش جاء وزير سميتو وزير الداخلية الفرنسي والتاقى مع وزير الخارجية المغربي بوريطا قال لك لدراستي كده وكده بناء على المفاوضات هي ماشي مفاوضات كي يجتمعون كي يقول لها شنو دير شنو دير شنو دير فخرج مؤخرا بوريطا فقال لك أن بعض المسلمين هما السببته هو ذك بحل على غرار مقالته السعودية هما السبب فيما يتعرض له المسلمون من إهانات في إشارة إلى مواقع مؤخرا من ذك شيء للرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين بعض المسلمين ما كيقول لك المسلمين بعض المسلمين ولا بعض الصرفات المسلمين هي اللي كتسبب في هذا الشيء والتقى أيضا بالراني سبق سكولتها بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فما علاقة وزير الداخلية الفرنسي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقول لك لا باش كي يديروا مفاوضات واتفاقيات فهمتي ودراسات باش يحاربوا الإرهاب نحن داخل المغرب لا نرى إرهابا ولكن فقط نرى يعني تخويفا من شي حاجة تميسها الإرهاب وتفكيك لوحد الخلايا وهمية وإلقاء القبض على أبرياء لم يقترفوا ذنبا وإلقاء عليهم اتهامات من أجل تخويف المغاربة من كل ما هو إسلامي أو من أجل إيجاد دريعة لتمرير بعض القرارات اللي هي يعني مثل إقفال دور القرآن ولا شي قوانين فيها تضييق على المسلمين داخل المغرب ولا خارج المغرب كانت هذه هي أدوى الفيديو دي اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء المهم ما تنسوا ليش الفيديو لطحف الفيديو دي المحمد السادس في ذلك اللقطة اللي وريتكم وهو يحتسي خمرا يديروا النفط تعليقات دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم